عب علي سي عادل البرجيبية فكرة البرجيبية نضال البرجيبية براجماتية البرجيبية هي الزوالي الاخرج ملهم البرجيبية هي المستشفيات المجانية هي التعليم المجاني وقت تقول لي ما عاشتش مع برجيبة قلت لك فكر من دام تبنات الفكر هذا يكفينا ابن علي الله يرحمه وبن علي خلى نسكل الغلطة خلى ما نتباه به اليوم ما فمش نهار وصلنا السر في التنمية ابن علي قال ما فمه فمه أربعة خمسة ستة وصلنا لذا مضابية سي عادل نقول لك أنا شخصيا كيف ما أعمل هو العروسي ناعد قد عبير ما في كورش سحنا اليوم عندي أنا جواد ممتاز باش ينجم يوصل معا شنوة معا شوية بتبيعته تروشيك وكيف ما قلت لك زملائي وصحابي والمناظلين راهي يلزم سندوها ندامنا مقطعنا اليوم تبنات فكرك ندام تبنات فكرك ماذا بيك تواضع شوية ونساق وبرا مرا 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 حبا بيها ظهرت فحلة ظهرت مرا عند عيد النهضة حكمة عشرة سنين اخر ما اتهردت البلاد القضاء الامن الجيش وهو اسمعنا المعامل قالت بيها في اللامونيتر ثم ستة ترانة فاصل سفعة فاصل نقطة بش عرضولة لا لا خليني تكمل بش نوريك حالتنا وين حالتنا وين لذا يسعاد 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 راهي تونس لنا الكل راهي اتجاهات انا ما تهمنيش انا ما نطوف حتى حزب انا براجماتي